اشتركوا في القناة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية الى 28 شهيدا ووقفة مساندة في تونس تنديدا بالعدوان انتشار السلالة البريطانية من فيروس كورونا في تونس بنسبة تفوق 90% وايضا ظهور حالات من السلالة الجنوب الافريقية اعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ هذا المساء ان يوم الخميس الثالث عشر من ماي هو اول ايام شهر شوال الموافق لعيد الفترة المبارك واخنان كلمتي اكد بطيخ عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال بغروب شمس يوم ثلاثاء 29 من رمضان وهو ما يجعل من اليوم الاربعاء المتممة للثلاثين من شهر رمضان قامت مراكز الرصد الخمسة بعملها على احسن ما يراب بالتعاون مع مهندسي المعد الوطني للرصد الجوي وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم سوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين وحيث لم تثبت رؤية هلال شهر شوال بغروب شمس اليوم الثلاثاء 29 رمضان 1442 هجري فان غدا الاربعاء 12 ماي 2021 هو تمام الثلاثين من شهر رمضان هذا العام ويكون يوم الخميس 13 ماي 2021 هو أول أيام شهر شوال 1442 الموافق لعيد الفتر المبارك وهي مناسبة سعيدة نقدم فيها تهانينا إلى سيادة الرئيس قيس عيد رئيس الجمهورية وسيد هشام المشيشي رئيس الحكومة وسيد رشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ونهنئ كل أفراد الشعب التونسي في الداخل وفي الخارج وسائر الشعوب العربية والإسلامية وبمناسبة عيد الفتر المبارك تلقى الرئيس قيس صعيد هذا المساء اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر تبادل خلاله التهانية متمنيين أن يعيد أمثال هذه المناسبات بالخير واليمن والبركة على الشعبين الشقيقين التونسي والقطري وعلى الأمة الإسلامية قاطبة دعا الرئيس التونسي قيس صعيد الثلاثة اثناء مكالمة هاتفية جمعته برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى وحدة الصف الداخلي خدمة لمصلحة القضية الفلسطينية العادلة اعتبر صعيد أن أكبر خطرين يتهدد الحق الفلسطيني هو ثقافة الهزيمة والاستسلام وأكد قيس صعيد أيضا موقف تونس من العدوان على القدس الشريف هو موقف يتجاوز التنديد والشجب المعهودين بل هو تحية لصمود الشعب الفلسطيني وذكر رئيس الدولة بأن تونس لن تدخل جهدا للوقوف إلى جانب الأشيقاء الفلسطينيين لاسترجاع حقهم المسلوب والذي لا يمكن أن يكون موضوع صفقات أو أن يسقط بالتقادم مهما اشتد الظلم والعدوان ومن جانبه أطلع أسماعيل هنية الرئيس التونسي على تطور الأوضاع في القدس وفي قطاع غزة وعلى صمود الشعب الفلسطيني ضد اعتداءات المستوطنين واستفسزاتهم المصلي متابعة لتطورات الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفعت حصيلات الشهداء إلى 28 بينهم عشرة أطفال وامرأة إضافة إلى أكثر من 150 جارحا كان مواطن الفلسطيني استشهد هذا المساء وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الشيخ رضوان شبال مدينة غزة وعلى خلفية التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عقد وزراء الخارجية العرب أمس ثلاثة اجتماعا طارئا عبر تقنية الفيديو للتباحث على آخر تطورات في مدينة القدس المحتلة مجياتي اعتبر أبنوان جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيد خلال جلسة طارئة أن الوضع في فلسطين غير قابل الاستمرار على هذا النحو أمميا وبحسب مصادر الدبلوماسية سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة طارئة الأربعة لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس في ساحة القصبة بتونس العاصمة انتظمت وقفة احتجاجية مساندة للقضية الفلسطينية الوقفة نضمها وحذرها عدد من ممثلية الأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات وممثلية المجتمع المدني من غز الأبية للقدس التحية التحية إلى الأبية بشعارات المناصرة للقضية العادلة بأعلام دولة فلسطين العربية حذروا في ساحة القصبة في وقفة احتجاجية معطنون وأحزاب ومنظمات وطنية تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية وتعبيرا عن المساندة المطلقة واللا مشروطة للقضية الفلسطينية الاتحاد يجدد دعوته إلى كل الكتل النيابية بضرورة سن قانون يجرم التطبيع الرسالة واضحة نحن مع فلسطين نحن مع المقاومة في فلسطين ولا صلحة ولا مساومة مع الصهاينة اليوم ما نجموش نمر مرور الكرام أمام ما يحصل في القدس المحتلة اليوم فتية هم جيل أوسلو يخوضون معركة هي معركة أمة وقفة من أهلنا من ناسنا في تونس من أحرار تونس ومناظرية تونس إلى أهلنا في فلسطين العربية من البحر للبحر تحية عز وتحية شموخ وتحية إكبار لنظلاتهم وعدوا ناس لفلسطين فلسطينيون مقيمون بتونس حضروا أيضا هذه الوقفة وفي البال وطن وشعب نحن شعب واحد من الشعبين أي فلسطيني عنده نخوة وعنده شرف وعنده غيري على بلاده أكيد بيكون بتألم على اللي بيصير في فلسطين وفي غزة تونس كل يوم بتثبت أن حب شعب تونس لفلسطين بنوجه كافة الرسائل المعنوية لشبابنا في فلسطين في القدس في غزة نحن اليوم من تونس نحن مع فلسطين الوطن يرتحل معنا إنما كنا كل ساحات النضال كل ساحات العالم ساحات نضال لنا ساحات نضال تفتح وتنشأ بأصواتهم الحرة حيث يرتحلون بالوطن أينما وجدوا في رسالة تتحدى الزمان والمكان والعدوان رسالة مساندة ومناصرة للقضية الفلسطينية وشعبها قالها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجراندي أمسي في كلمة ألقاها في الدورة الطارئة لإمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزني والمخصصة للتباحث بشأن التطورات الأخيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة إن عمليات التصعيد التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد أهالي بلدة الشيخ جراح واستباحة المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على قطع غزة المحاصر واتباع سياسة القتل الممنهجة يعكس مجددا إمعان الكيان الصهيوني في عنصريته وسياساته العدوانية وتحديه جميع القرارات والمواثيق الدولية وأشار الجراندي إلى أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ولجميع قرارات الشرعية الدولية كما عبرت رئاسة الحكومة عن وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف واعتبرت رئاسة الحكومة أمس أيضا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة مع توسع دائرة المواجهة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خارج القدس بعد أطلاق الصواريخ من غزة وشن الغارات الليلية الإسرائيلية على المنازل الآمنة في القطاع تعالى تردود الفعل الدولية للمطالبة بوقف التصعيد فقد طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الإسرائيليين والفلسطينيين باحتواء التصعيد فيما دعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لوقف العنف وفيما أدنى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بدين كونبيش إدى إطلاق حماس للصواريخ مؤكدا أنها يجب أن تتوقف فورا أي دحق إسرائيل في الرد وحث الجانبين على اتخاذ خطوات لتهديئة الموقف في المقابل طلب الاتحاد الأوروبي بالوقف الفوري للعنف معتبلا أنه يجب احترام الوضع الراهل للأماكن المقدسة بالكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الإطار ذاته أكد وزير الخارجية الروسية اليوم أن موسكو مستعد في أي لحظة لعقد اجتماع وزري لللجنة الربعية للشرق الأوسط لبحث تفاقم الوضع في القدس من جهته قال الأمين العام للجميع العربية أحمد أبو الغيط اليوم الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على قطع غزة عشوائية وغير مسؤولة معتبرا إياها استعراضا بائسا للقوة على حساب دماء الأطفال وحمل أبو الغيط إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير للوضع في القدس كما دعا المجتمع الدولي للتحرك فورا لوقف العدوان الإسرائيلي في القدس المحتلة وغزة وكافة الأراضي الفلسطينية على الصعيد الأممي تتواصل المفاوضات في مجلس الأمن الدولي بشأن نص يتوقع أن تخفف حدة لهجته مقارنة بالوثيقة الأولية بعد فشل المجلس الذي دعته تونس للانعقاد بشكل عاجل لبحث المواجهة في القدس فشله في إصدار إعلان مشترك بعد أن اعتبرت الولايات المتحدة أنه من غير المناسب توجيه رسالة عامة في هذه المرحلة وكانت مسودة قدمت بالاشتراك بين تونس والصين طالبت إسرائيل بوقف في أنشطة الاستطان والهدم والطرد التي تطال الفلسطينيين بما في ذلك في القدس الشرقية تلقى الرئيس قيس سعيد بعد ظهر الثلاثات اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كاميل آيريس وتم خلال المحادثة استعراض روابط الصداقة المتينة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية واستحضار المحطات التاريخية الكبرى التي ميزتها كما تم تطرق أيضا إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعيشها تونس وتأكيد ضرورة مقاومة الفساد ركزة لبناء دولة القانون والديمقراطية وعبر رئيس الدولة خلال المهاتفة عن تطلعه إلى مزيد تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في شتى المجالات لا سيما في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم عموما وفي ظل الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمر به تونس على وجه الخصوص أكد الوزير الأول البرتغالي ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي حاليا أنتونيو كوستا أمسي أن شركاء تونس في الاتحاد الأوروبي سيقفون دائما إلى جانبها حتى تتخطى أزمتها الاقتصادية وخلال مشاركته في فعاليات الاجتماع الأوروبي الإفريقي أمسي الأول حول الهجرة التي احتضرته العاصمة البرتغالية الأشبونة أكد رئيس الحكومة التونسي هشام الشيشي المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية أن تونس ترفض إحداث مراكز إيواء على أراضيها للمهاجرين الأجانب المتجهين نحو أوروبا مشددا على عدم استعدادها على الإطلاق لإعادة قبول مواطنية البلدان الأخرى وأن تونس تعارض أي تدخل لقواتها في عمليات تمس من سيادتها الوطنية وأبرز أخذ تونس بعين الاعتبار الجوانب الأمنية للهجرة النظامية والأبعاد المتعلقة بالتكويل المهني وتنمية التضامن في بلدان الحوض الأبيض المتوسط إضافة إلى تبنيها مقاربة متعددة الأبعاد مع شركائها الأوروبيين واعتبر مشيشي أن تونس تؤمن بضرورة فهم الهجرة في إطار منهج شامل إذ لا ينبغي اعتبارها تهديدا مستمرا مضيفا أن الهجرة عامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعامل إيجابي للتقارب بين الشعوب وفي الشأن الصحي الآن سجلت تونس بتاريخ العاشر من ماي ثمان وثمانين حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد وألفا ومائة وإحدى وستين إصابة جديدة من جملة أربعة ألاف وخمسمائة واثنين وعشرين تحليلا مخبريا هذا وأعلن أيضا تسجيل إصابتين بالسلالة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا في تونس فيما شهدت السلالة البريطانية من هذا الفيروس انتشارا أكثر في تونس بنسبة قد تتجاوز تسعين بالمئة تسجيل حالتين مصابتين بالسلالة الجنوب إفريقية مع تواصل التقطيع الجيني لتقسيها وفق رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيع الهاشم لوزير هي سائح ولا لعب كورة طائرة جاء من بلد إفريقي اللي هو بحث جنوب إفريقيا وأيضا حالة أخرى في تونس وصار تتبع من الفريق المرصد الوطني للأمراض الجديدة ومستجد وأيضا إدارة جهوية للصحة وشافوا مدى انتشار كان فيماش حالة أخرين اخذوا برشا عينات حسب معناها المعلومات اللي جاتنا وحسب الدراسة اللي صارت ما فيماش انتشار منتح حالات اللي جاية من عند الشخصين هذو ما هذا وتم التأكيد أن السلالة البريطانية المتحورة هي الأكثر انتشارا في تونس بنسبة قد تتجاوز تسعين بالمئة هذه الحالات اللي تشوفها اللي كل يوم تخرش أكثر من ثمانين وتسعين في المئة هي معناها السلالة البريطانية بيصير ما تعملوش كلهم بالتقطيع الجيني توقع عندك حالات إيجابية تتعمل بالبسيار وناخذ عينات منهم عدد منه وكي تاخذ العينات هذو ما خاصة في الأيام الأخرى تلقى أكثر من ثمانين وتسعين في المئة أنت والأماكن اللي هي سلالة بريطانية ومن خاصية السلالة البريطانية المتحورة أنها سريعة الانتشار وأكثر خطورة مقارنة بالسلالة الصينية الأصلية ويبقى السؤال المطروح مدى نجاة اللقاح يقعد المناعة الناجعة ضد السلالة هذية بالرغم اللي معناها المضادات ينقص برشا النجاعة متاحهم لكن نفكر اللي المناعة هي تتعم تعتمد على المضادات وتعتمد أيضا على المناعة اللي هي اللي نقولها إيمينتي سلولار اللي تعتمد على الخلايا دونك خلاص القول السلالة هذه وأيضا عدة سلالات أخرى التلقيح ناجع والناس اللي مرضوا يقعدوا معناها عندهم المناعة أما عن الوضع الوبائي فيبدو أن هناك نوعا من الاستقرار في عدد الوفيات والإصابات بالفيروس التاجي وفق ما تم ملاحظته خلال اجتماعا لللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا معناها العدد يقعد معناها مهوش له يرتفع الحالات المرعة وأيضا في حالات الوفيات نحن نتمنى اللي بيسوها خذية تتأكد وبش نمشيوا إن شاء الله في معناها تقليص في نقص وليو الحالات الجدد يكونوا أقل فأقل صحيح اللي حالات الوفيات خطر ما زالوا معناها في نسق نجم وقلوا كان عالي على خطر هذوما الوفيات نتعليهم ومتعقدوا هم ناس اللي مرضوا لهم جمعة وعشر أيام التالي ولتفادي دخول تونس في موجة الرابعة يبقى الحل الوحيد هو الالتزام بالبرتكولات الصحية وتكثيف اللقاح المضاد لفيروس كورونا والآن إلى شأن الاجتماع حيث تعاني قراء أسويس بكل من جامرت والمحرس وسليانا وكود نقائص مادية وبشرية بالتزاون مع ارتفاع عدد الأطفال بقائمة الانتظار للالتحاق بالقرية الجماعية التونسية لقراء الأطفال أسويس تعمل على تحسين هذه الأوضاع من خلال الحملة التضامنية للتبرع بزكاة الفتر لفائدة هذه القرى هكذا هي الوضعية في قرية الأطفال أسويس جامرت منازل مغلقة بسبب نقص الإمكانيات رغم ارتفاع عدد الأطفال في قائمة الانتظار للالتحاق بالقرية وبنية تحتية في حاجة إلى دعم على غرار ملعب القرية منزل عالي ثمانية منهم برك يخدموا البقية كلهم مسكرين نتيجة الإمكانيات والظروف هكم تشوفوا عنا ملعب كانوا يستفادوا مننا الأطفال متاعنا والأطفال المحيطين بالقرية العائلات زادة المعوزة والكل المالورزمون الظروف وما تسمحش لكان نلقاو أهل الخير اللي يجيوا يعاونونا عنا زادة كيف كيف المكتبة متاع القرية نقص العديد من الإمكانيات بعمية عائلة قاعدين عمين دي دومون بشي تخليوا على صغارهم للأسف لظروف اجتماعية قاسية طيب كحنا منواجبنا أنه ندعم الصغيرات هدومة داخل القرى ومن نجم ونستقط بهم كان ما نكونوا محضرينهم الأرضية الملائمة وضعية صعبة تعيشها قرى أسواس من خلال النقائص المادية والبشرية نقائص سعى المشرفون على الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس إلى تلافيها من خلال إطلاق الحملة التضامنية للتبرع بزكاة عيد الفطر ثم نقص في الميزانية الظروف الصعبة عندها انعكاس على المدخيل من الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس أساسا نحن الدولة تساهم بـ 40% والباقي 60% يجي من الشركات الشركات تعيش تمر بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة برشة اللي خلاتهم معناه نقصوا في الدعم للقرى الحملة وظروف صعبة باعتبار أن الحجر الصحي العباد في العيد كانوا يوصلون ويعطيوا تبرعات والكل معدوش يخلتوننا نعاولوا على الناس كل على 85 510 زكاة الفطر امتاحهم توصل للصغيرات حملة هذه لتهيئة المنازل لضمان التكلفة الشهرية لكل صغير اللي بش نستقبوهم عن تجديد وزيد فما برامج لدعم الصغيرات داخل عائلاتهم وبالإضافة إلى الإرساليات القصيرة يمكن التبرع بالطرق التالية وإلا يتصلوا على رقم 558 371 040 وأحنا نجم نتنقل إلى الناس اللي حابوا يتبرعوا كذلك فما السيتويب اسواز في او بوانتين وتسعى الجمعية التونسية لأطفال لقرى اسواز لاستقطاب ألف طفل بنهاية سنة 21 و2000 بكل القرى والبلغ عددها أربعة بمختلف جهات الجمهورية كما تعول الجمعية على ثقافة حب الخير والتآزر والتعاون لتغيير حياة الأطفال الذين يعيشون ظروفا صعبة ومن أخبر رياضة وضعت القرى الخاصة بالمنحق الأولمبيلي مسابقة الرقم بسبعة لعبات التي صحبت أمس بإمارة موناكو المنتخبة تونسي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كازاخستان وجاميك وغينيا الجديدة وضمت المجموعة الأولى منتخبات روسيا والأرجنتين والمكسيك وسامواء بينما تركبت المجموعة الثالثة من منتخبات فرنسا وهانكونغ وكولومبيا ومدغشقر ويتأهل صاحباء المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى جانب أفضل ثالث منتخبين من حيث عدد النقاط إلى المرحلة الموالية من تصفيات الملحق الأولمبي التي ستقام في شكل مبارتين على أن يتأهل الفائز من كل مقابلة إلى أولمبياد توكيو المقرر من الرابع والعشرين من جوليا إلى التاسع من أوت القادمين بالرياض إذن نكون قد وصلنا إلى نهاية النشر وذكركم بعنوين أبرز مجافها مفتي الجمهورية أعلن أن يوم الخميس هو أول أيام شهر شوال الموافق لعيد الفطر المبارك ارتفاع وحصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى ثمانية وعشرين شهيدا ووقفة مساندة في تونيس تنزيدا بالعدوان انتشار السلالة البريطانية من فيروس كورونا في تونيس بنسبة تفوق تسعين بالمئة وأيضا ظهور حالات من السلالة الجنوب الفريقية شكرا لكم على المتابعة لاتنم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر